المجتمع المدني حريك شايف أن في تحسن تقدم في خلط بينه وبين المعرضة. المجتمع المدني بش معارضة مجتمع مدني وليش عامل حاجة لكن مع الحكومة حيعمل. هو نوع من التحفيز ونوع من التعاون لا بد ينسوا من بين الاتنين فإذاً المجتمع المادني ما هوش معادي للحكومة بالعكس طبعاً المجتمع المادني ده أصل منقسم إلى حاجات كثيرة في جماعات خيرية ما فيش فيها مشكلة في مصدر أوراها لها باع كبير جداً لكن الحاجات اللي فيها قدر من الرقابة زي حقوق الإنسان زي المرأة زي البيئة الوقت موضوع الجماعيات مفروض تبقى المناقل الوقت مفروض تبقى فيه مجالات كبيرة دي كلها بيبقى نوع من فيها قدر من الرقابة وقادر من كشف النقط الضعف من أجل علاجها وهكذا يعني شايف حالك أنه فيه تقدم فيه إضافة لهذا المجال لا شك أنه فيه تقدم كبير لكن برضو لسه محتاج إلى الرئيس كان قال من السنة دي حتكون سنة المجتمع المدني أنا بتمنى فعلاً تفعيل الفكرة دي ماذا تريد أن تضيف في هذا المجال سيد محمد فايل؟ الاستقواء بالخارج دي نقطة يعني احنا عملنا المنظمة العربية للحق إنسان كان من أهم الحاجات هي فكرة استبعاد تماماً أي استقواء بالخارج دي أنا حستقوه بمين؟ حستقوه بدول معادية ليه أو دول سياستها منهضة ليه يعني ده عملية لا يجوز وأيضاً أيضاً لازم الدولة تكون قادرة على استيعاب النقد اللي بيطلع من هذه الجمعيات وإن هي تتجاوب معها فهي هنا محتاجين زيادة في العدة دي يعني من جانب حضرتك بتقول إن الجانبين كل من الدولة وعموم الناس لازم يبقى فيه نوع من الدولة طبعاً في فترة العهد الاشتراكي المجتمع المدني بيقل دوره قوي باعتبار إن الدولة ما ستسؤول عن كل حاجة فهي كمان عشان كده برضو هي موضوع جديد يعني